بعد الشباب تنجي تشدوا واحد الحديث ثم ينشروه أيه طيب هذا الحديث هذا هل تعرفوا ما آلاته أنا لا أدخل في درجة الصحة أداء نحن لم نتكلمش مع القسم التحضيري الأول الابتدائي في الوعي أنا أتكلم على شباب اللي زادوا قطعوا أشوار أما أنك تقول لي مثلا الحديث فيه من شرب الماء يوم الخميس بعد صلاة العشاء وقرأ فيه آية الكرسي 78 مرة وقال فيه سبحان الله رب العزة والجلال بالعزة والجبروت سبحانه 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 1822 مرة فصيلة 15 فسوف تفتح له خمسون ألف باب للجنة وثمانية وربعين ألف حجة وتحسب له كأنما استشهدت 800 مرة أنا لا أناقش هذه البلادة البلهاء من حيث نشرها لا أناقش هذه أحدث فيها أذكر فيها بقط بحديث نبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وما يجيش واحد يقول لي اللاحق أنا مدرتش متعمدا ما كنتش تتعرف صفي هدو الأدو الشعار ما كنتش تتعرف تسمط ما عارفش درجة الحديث تسألوا عنه تسألوا عنه هل هي الاختصاص أنا يقتلني ويذبحني ذبحا ذلك الذي يرسل إلى يسيل العمري ويسألوا عن درجة الحديث وش يسيل العمري هدو اللاح يبنوا معين ما رأي شكال هذا كبير جدا مهم داخلته في طارة المثالة دي اللاح ولكن الناس شوف قدير الحديث وخرجوا من المباب واسع عندكم موقع الدرر السنية الدرر السنية سير مجال دي البحث عن درجة الحديث دخل له طرف من الحديث وغد يخرج لك درجة الحديث فإن وجدت فيه ضعيف ولا ضعيف جدا ولا منكر ولا مكذوب ولا كده فلا تنشره اشتركوا في القناة